أقول لكم أنه النهاردة بالمناسبة رئيس الوزراء كان بيتفقد معرض أهلاً رمضان في محافظة الجيزة بيسمع أراء المواطنين وأكد دكتور مدبولي استمرار جهود الدولة علشان يتم توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة وبالجودة المطلوبة أكد أيضاً دولة رئيس الوزراء استمرار المعارض والمنافذ لما بعد هذا الشهر الكريم إن شاء الله تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من ناحية تانية وزارة التموين قالت إنه في عدد من منافذ أهل رمضان أو أسف مش فيه عدد منافذ أهل رمضان وصل لـ 8000 منفذ وأكتر من 200 شادر تابع لوزارة التموين طيب بس كده لا و1300 مجمع استهلاكي لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة الوزارة وزارة التموين قالت إنه يا جماعة نبدأ صرف التموين للمواطنين اعتباراً من إمتى؟ اعتباراً من يوم الجمعة بإذن الله سبحانه وتعالى بعد بكرة ووضحت الوزارة إن إجمالي المستفدين بلغ 64 مليون مواطن بواقع 2 مليون بطاقة لصرف المواد التموينية اتنين وعشرين مليون أنا قلت اتنين إيه؟ قلولي أنا قلت يا أولاد اتنين مليون؟ ده أنا خلش فيها النار ده أنا كده أبقى مدلس اتنين وعشرين مليون بطاقة يعني 64 مليون مواطن